معي عبر الهاتف من الرياض سيد ماجد الشايقي الناشط في التوحد ووالد للطفل بالتوحد صاحبة يعاني التوحد صاحب مجموعة توحد يجمعنا للتوعية مساء الخير أهلا بك معنا سيد ماجد بهذا اليوم بيوم العالمي للتوعية بمرض التوحد هل نعرف ما يجب معرفته فيما يتعلق بهذا المرض؟ سيد ماجد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أول شي بس في تصحيح التقير اللي طلعته التوحد ليس مرض زين أو وباء ينتشر هو اضطراب في نمو موصيغات أعصاب الدماغ ينتج عنه عدم قدرة على التواصل أو التعبير هذه هي مشكلتهم الأساسية فهو ما هو مرض هو اضطراب نمائي بالنسبة لليوم العالمي للتوعية التوحد هل نريد أن نتجاوز كلمة التوعية وندخل في شي جديد اسمه توفير خدمات لهم التوعية قطعنا شوط فيها؟ التوعية حنا الآن احتياجنا هو خدمة أطفالنا وليس توعية الناس عن التوحد كل الأهالي الآن عارفين مش التوحد وعارفين كل حاجة لكن في قرى في هجر في أماكن يعني كل شخص لازم الرياض جدة والدمام هذه المراكز المحصور فيها أماكن خدمتهم أما ما عدا فلا طبعا نحن نحكي عن موضوع التوعية لليوم العالمي للتوعية ولأنه المحيط كمان بيأثر يعني طبعا الأهالي بيعرف شي يعني توعية أهالي الذين يعانون طبعا لن أقول مرض حالة العصبية هذه أو الاتراب النمائي كما وصفته حضرتك بس التوعية أيضا لمن حول هذا الشخص هي مهمة جدا أن يكونوا على إدراك بما يحدث لأنه تعامل معه هو مهم جدا بمرحلة العلاج العلاج صحيح وتابع سيدة ماجد فيما يتعلق فيما يتعلق بطرق لتعامل معه التوعية المهمة الآن ما هو توعية المجتمع كثير ما هي أن نوعي الأخوان والأخت والأم يعني الأم هي مسكينة هي اللي ما تكدفها لا فيه إخوان يتعاونون مع الأم بعض الآباء الله يهديهم رامي كل شيء على الأم والعكس يكون صحيح في بعض الحالات أطفال التوحد بحاجة من يحتويهم بحاجة دمج اجتماعي بحاجة عوائل وأقارب تقبل قبولهم في المناسبات بأي حاجة هو بالنفر منهم يعني بعض الأمهات تقولها هلها إذا أولدت هذا بيجي لا تجي إنا فكيف يندمج الآن هو طفل لما يسير رجال شاب وهو محصور ما في دمج ولا في اندمج كيف راح الطفل هذا يعرف يتواصل مع غيره تعاني من هذا الموضوع بما أنه حضرتك والد التفل تعاني من هذا الموضوع في المجتمع أو هل تحاول أيضا أن تقوم بيعني الاهتمام به بدول أخرى مثلا حيث طبعا توفير الأكثر الرعاية بالنسبة لولدي ما أسف العكس الحمد لله ناطق يتكلم يحفظ ثلاثة جزاء من القرآن قطاع شوق كبير يعني أنا أقول كان توحد لكن في بعض الأهالي الآن معلقة على كلمة توحد على ولدها يعني لا من أب لا من أم لا من أخوان التوحد مو معناته أن الطفل يتوحد زيادة مع قاله ونهجره ونتركه لا وفي بعض الأهالي عندهم مشكلة وشه أنه يخبي طفله ما يبي أحد يجري طفل التوحد لازم يندرج لا هو نكره ولا هو جرم ولا هو شيء طبعا طبعا لا لا فيه اهتمام أصلا لما قصدت من مرحلة التوعية كل الناس عارفوا مش التوحد حنا بحاجة خدمات حنا نتكلم الآن صحيح صحيح والخدمات رح نتطرقها بتقرير خاص لأخبار الآن عن ألمانيا بألمانيا كيف يتعاملون مع هذا الموضوع بطرق بتمنى أن نتابع معنا التقرير عند تعداد وفعل أكثر من 600 ألف حالة بالسعودية لا يوجد مقدم خدمة لم يصل إلى 1% نعم أنا أشكرك جزيلا سيد ماجد الشايقي عذرني انتهى وقتنا الناشط في التوحد والد طفل كان مصابم التوحد صاحب مجموعة التوحد يجمعنا للتوعية اشتركوا في القناة